يعني كنت بقرأ شيء في اللغة الإنجليزية مكتوب يعني الشر يبتدأ عندما تعامل الإنسان كأنه غير إنسان هذا هو الشر المستطير بحد ذاته وما أكثره في الشرق الأوسط والصمت عن الشر أحبائي هو بداية الشر بحد ذاته وبتعرفوا واحدة من أخطر الأمور يقال عن الحرب العالمية الثانية اليهود اللي قتلوا في المذبحة النازية واحدة من أكبر المشاكل صمت كان في صمت للمسيحيين لم يعترضوا على هذا الأمر واليوم إحنا زي ما منشوف الحرب في لبنان وزي ما منشوف الحرب في غزة الصمت عن الشر هو شر بحد ذاته وإنك أنت تقلل من قيمة الإنسان أو تجعله لا إنسان هو الشر أيضا بحد ذاته وهذا طبعا مشكلة نقع فيها لأنه إحنا عايشين في مشكلة عنصرية فضيعة جدا في الشرق الأوسط وهذا كله من الثقافة الدينية أحبائي أوعك تستغرب من هذا الموضوع وإحنا مرات كتير ما منسأل ما منبحث ما بدنا نسأل ونعرف الجواب فمنسكت على أمور كثيرة وتتطور الأمور في حياتنا فتصبح طبعا مشكلة عويصة أكثر في هذا الموضوع فالصمت أحبائي هو شر بحد ذاته ومين اللي بروح ضحاياها الأطفال والنساء ولألا أنت تصير تفكر يعني مين الحق ومين الشر ومين كده كله شر بالشرق الأوسط الكل مزنب صدقوني الكل مزنب ولسيما أن هذه الحروبات تبرر دينيا فهون الشر الأكبر وهون أنا بدعو الناس حتى لو كنت أنت مسيحي أترك مسيحيتك روح لدين بيسمح لك أنك أنت تمارس نوع العنصرية أو الكراهية مع الآخرين لكن لا وجود لهذا في كلمة الله أو في تعليم يسوع المسيح ولألا نصير نظن الحق مع مين تعرف أحبائي شوف أنا عشت في الجليل وشفت مؤمنين من خلفية يهودية ومؤمنين من خلفية فلسطينية وشفت اجتماعات المصالحة وشفت المحبة بيناتهم وشفت كيف بيصلوا لبلادهم لفلسطين ولإسرائيل وشفت كيف عم بيغسلوا أرجل أحدهم الآخر وشفت هذه الاهتمامات برضو أحبائي سمعنا عن أخبار أطباء متخصصين في الكانسر وفي القلب يعالجوا أطفال أو محتجين من غزة والعكس وصحيح شفت طبيب من غزة اللي قتل بناته وكيف مارس حياة الغفران هذا هو تعليم المسيح أحبائي هذا هو السامري الصالح اللي بنتكلم عنه أوعز يعني كم تريد جاد اللهوتيا بقدر ما تريد وبتعرفوا صرت أكتشف هذه المواضيع لاحظ أدرس هذه معاي افحص الردود لما بتشوف مثلا في موقع الردود الكثيرة من الردود تستطيع أن تكتشف نوعية الناس وتكتشف نوعية الناس إذا ناتجين روحيا ولا مجرد معلومات تردد ومن ناحية تانية بتشوف مثلا أم فلسطينية من عرب إسرائيل بيجوا الجرحة اليهود الجيش عمرهم 18-19-20 وبتقول لي هاي العبارة أنا أم أنا أم أتخيل أنه ابني أربيه 19 سنة ويتقلم وشوف من ناحية تاني الألم والموت والدمار اللي عم بيحدث في غزة واللي عم بيحدث في لبنان أحبائي سببها الإنسان سببها الناس ولأنه إحنا من روح رفعين من مستوى الشر ومن علم من الشر ومنمدح الشر والنتيجة طبعا بتكون مأساوية جدا طبعا لا عذر لا لفلسطيني ولا ليهودي ولا للبناني حقيقة العذر هو أنك ترجع إلى الرب يسوع المسيح له كل المجد